إسرائيل ماضية قدما في اتكاب مجزرها بحق المدنيين العزل كما أنها تلوح بتوسيع نطاق عملياتها البرية لتشمل محافظة رفاح تحياتي لكم يعني إحنا الآن بتقدير الاستراتيجي بتقدير الاستراتيجي سيدي بأننا الآن ربما الحرب على غزة دخلت دعني أقول في المرحلة ربما الأكثر تعقيدا والأكثر خطورة وخصوصا أن إسرائيل وبعد مضي الآن ستة أشهر على هذه الحرب لم تحقق أهدافها العسكرية سواء الهدف القضاء على المقاومة وعلى حركة حماس بوجه التحديد أو حتى تحرير الأسرة وإن كنت أعتقد تحرير الأسرة بالقوة وإن كنت أعتقد بأن ورقة الأسرة لم تعد ذات تأثير أو ضغوط على حكومة الحرب الإسرائيلية وإن كان هناك نوعا ما بعض الاحتجاجات الموجودة في تل أبيب من أهالي الأسرة إسرائيل الآن سيدي إذا ما عملنا تقييم استراتيجي سريع الحرب على غزة من الجيش الإسرائيلي مرت بثلاث مراحل المرحلة الأولى بتقديره هي مرحلة التدمير العنيف والتدمير الممنهج وبالتالي إسرائيل اتبعت استراتيجية التدمير الممنهج واعتبرت أن تدمير كل شيء المستشفيات كل مقاومات الحياة تكتيكا من هذه الاستراتيجية ثم انتقلت للمرحلة الثانية ومرحلة التهجير والآن إذا باللاحظ سيدي ما يقارب 70 إلى 75% من سكان قطاع غزة يتواجدون في مساحة لا تتجاوز 60 كيلو متر وهي مدينة رفح ورفح الجنوبية الأقرب إلى الحدود المصرية والآن انتقلنا إلى المرحلة الثالثة وهي التي برأيها هي الأكثر خطورة والأكثر تعقيدا وهي إحكام الحصار مرحلة التجويع قلنا التدمير التهجير ثم التجويع التجويع هنا إحكام الحصار على النازحين في أماكن تواجدهم بهذه الكثافة السكانية وبتقدير بأنها تذهب بتحويل قطاع غزة وتحويل المناطق التي يوجد فيها أكثرية فلسطينية من النازحين الآن تحويلها إلى أماكن أو مكان غير صالح للحياة مما قد يدفح مستقبلا إلى الهجرة أو التحرك باتجاه الحدود المصرية إن لم يكن هناك حلولا في الأيام المقبلة إسرائيل سيدي لازالت بتقديري تذهب بالتلويح بإجتياح مدينة رفح على الرغم أن المظاهر العسكرية حتى هذه اللحظة لا توحي بأن إسرائيل تذهب الآن إلى الاجتياح في هذه الفترة لكن هي ماضية وهناك قرار منذ منتصف فبراير الماضي كانت إسرائيل تخذت قرار بأن يكون هناك اجتياح لمدينة رفح وتم إرجاؤه بتقديري إن كان هناك اجتياح سيكون في منتصف إبريل القادم بسبب الضغوط الأمريكية والضغوط من القوى الأقليمية إلى حين الأخذ بما تذهب إليه إسرائيل ولكن ما هي الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل بالدخول إلى رفح هلالك إسرار إسرائيل على الدخول إلى هذه المحافظة الجنوبية التي تؤوي حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني حتى هذه اللحظة بتقديري سيدي الاستراتيجية الإسرائيلية تذهب بشكل مباشر الآن إلى ضرب الحاضن الشعبية للمقاومة بعد أن فشلت دعني أقول بتدمير المقاومة وبالتالي أو إخراج الأشرة بالقوة الآن كما تحدثت نالك مليون ونصف تقريبا فلسطيني نزحوا إلى هذه المدينة الصغيرة جدا 60 كيلو متر مساحتها ضرب الحاضن الشعبية بتقديري الآن هو الهدف الأكبر لإستراتيجية إسرائيل الممنهجة في تدمير قطاع غزة ومن بعد الحاضن الشعبية بدأت تلوح للضغط بشكل كبير على المقاومة هناك معلومات استخباراتية قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل بوجود ما يقارب ثلاثة آلاف عنصر من كتائب القسام موجودين في رفع هذا المبرر الذي تذهب إليه إسرائيل للتفكير باشتياح رفع لكن حقيقة هي تضغط باتجاه آخر بتقديري والجانب الآخر من هذه الضغطات ما تقوم به إسرائيل من خلال الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الوسطاء سواء في مصر أو في قطر أو حتى الوسطاء الدوليين الآخرين لما يعرف بتفكيك أو حل الجناح العسكري لحركة حماس وربما بتقديري سيدي هناك معلومات استخباراتية شبه مؤكدة بأن إسرائيل قدمت إلى الوسطاء قائمة ب167 اسم من قادة المقاومة وعلى رأسهم يحيى السنوار ومحمد السنوار ومروان عيسى حتى هذه اللحظة دعت إسرائيل أنها قتلته لكن لا يوجد هناك تأكيد من حركة حماس وعلى أن يقوم هؤلاء القادة بمغادرة قطاع غزة بشكل آمل وأن ثم الحديث إن كان هناك قبول لحركة حماس أن تكون تنظيما فلسطينيا ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية بمعنى أن إسرائيل استراتيجية تذهب إلى محورين أساسيا المحور الأول ضرب القاعدة الشعبية أو الحاضنة الشعبية للمقاومة وبالتالي قد تدفع إلى وجود احتجاجات من النازحين للضغط على حماس بقبول أي نوع من التهدئة وأيضا الذهاب إلى الضغط باتجاه حل أو طلب حل الجناح العسكري للمقاومة ومن ثم بناء على طلب إسرائيلي مغادرته قطاع غزة إلى من خلال محاور أو معابر آمنة سواء من خلال الميناء البري الذي ربما سيكون بنهاية إبريل نيسان جاهزا لإدخال المساعدات فبالتالي استراتيجية إسرائيل في تفكير باشتياح رفاح إما ضرب الحاضنة الشعبية أو من جانب آخر كتضليل إعلامي للضغط بشكل مباشر على قبول أي سيناريو من الهدنة لكن هذا السيناريو يتضمن طلب حل الجناح العسكري لحركة المقاومة وإجمال حركات المقاومة بشكل عام ثم الحديث عن إدارة مدنية في غزة نموذج الإدارة المدنية التي تتحدث عنه لإدارة المتحدة وإسرائيل حتى هذه اللحظة غير واضح أحيانا يتحدث عن مشاركة قوات دولية ومشاركة قوات عربية لكن بتقدير سيدي إسرائيل ماضية بسيناريو إعادة السيطرة على شمال القطاع بجكل كامل وفصل شمال القطاع عن الجنوب بدليل أن هناك طريقا إسفلتيا عريضا أنشأته في منتصف بين معبر إيرز ومنطقة الشاطئ فبالتالي فصلت بشكل نهائي شمال القطاع والآن حديث عن أن تكون المسائل الأمنية في شمال القطاع تابعة لإسرائيل ولكن هل تستطيع دكتور إبراهيم إسرائيل القيام بهكذا خطوة أن تستقطع المناطق الشمالية وأن تقوم بالسيطرة عليها بشكل كامل بتقديري سيدي الآن بحكم الدعم الأمريكي إذا ما استمر بهذه الطريقة فإن إسرائيل بتقديري أن الهدف السياسي لإسرائيل من الحرب أكبر من الهدف العسكري والهدف السياسي لإسرائيل هو فصل شمال القطاع لأسباب بعيدة المدى تتعلق ربما باحتياطات الغاز تتعلق ربما بالميناء البحري المنوي قامته خلال شهر إبريل هناك حديث بأن وهذا ما كنت أريد أن نوه له معلومات استقباراتية مؤكدة بأن إسرائيل بدأت تحضر لإعادة بناء المستوطنات التي تم تفكيكها في العام 2005 و2006 من شمال القطاع وقبل شهر من هذا الوقت تقريبا كان هناك مؤتمر في القدس عقدته حكومة إسرائيل بالتعاون مع حضره عدد كبير من أعضاء الكنيسة وحضره ما يقارب 12 وزيرا من حكومة إسرائيل من حكومة الحرب وكان الحديث في هذا المؤتمر أن يتم إعادة تركيب أو إعادة بناء المستوطنات التي تم تفكيكها في شمال القطاع ومن ثم الحديث عن بناء مستوطنات جديدة بتقديري سيدي أن الهدف السياسي لإسرائيل يسعى إلى فصل شمال القطاع والإبقاء على أقلية فلسطينية ربما لا تتجاوز المئة أو مئتين ألف وإخضاع المسائل الأمنية في شمال القطاع ما لم يكن هناك ردا قويا أو عنيفا من المقاومة لكن بتقديري سيدي الآن هناك أحاديث دولية عن أن يتم الحديث عن وجود إدارة مدنية بقوات دولية الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت بدأت تضغط باتجاه الحديث عن إقامة دولة فلسطينية شبه مستقلة في القطاع وفي الضفة وأن تكون هذه الدولة شبه المستقلة بحدود دولية تكون خاضعة للحماية الدولية على نموذج كوسوفو بتكون هناك قوات سواء عربية أو أجنبية الآن اللافت في الموضوع الحديث الآن بدأ العودة بالحديث سيدي الآن إلى الطرح الذي قدم في خلال جولات المكوكية لوزير الخارجية الأمريكي بلينكين وأن يكون هناك تطبيعا إسرائيليا كاملا مع القوى العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وعلى أن يكون هناك دولة فلسطينية شبه مستقلة وأن يكون هناك برنامجا زمنيا يتفق عليه بين جميع الأطراف ما المقصود بشبه مستقلة دفكار إبراهي؟ شبه مستقلة سيدي تكون الحدود لدولة فلسطين أو التي الواعد بقيام دولة فلسطين تكون الحدود دولية خاضعة لقوات دولية مشتركة سواء قوات أجنبية وقوات عربية وهذا النظام سبق عمل فيه دوليا في نموذج كوسوفو وأيضا عمل فيه موجودة الآن في نموذج قبرس التركية الشبه مستقلة بأن الدولة لها كيان ومؤسسات لكن الحدود الدولية خاضعة لإدارة دولية والحماية دولية لكن بتقديري سيدي قبل الحديث عن أي نموذج أو أي شكل لدولة فلسطينية القادمة بتقديري بأن الملف الأكثر صعوبة والملف الأكثر تعقيدا هو ملف إعادة الإعمار الآن وهذا الذي يثير إشكاليات بين جميع الأطراف حتما كما تعلم إسرائيل بتقديري لن يكون لها دور في إعادة الإعمار على الرغم أنها هي من قامت بهذا التدمير الكبير تقديرات إعادة الإعمار تتحدث عن 90 مليار الفكرة التي تتحدث عن إعادة الإعمار تشترط بعدم العودة لوجود أي اشتباكات في المستقبل وبالتالي لابد أن يكون هناك ضامنات ما بين القوى الفلسطينية وإسرائيل بأن لا تعود الاشتباكات في المستقبل